اشتركوا في القناة من كل بلية ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية يا غني اغننا عن الناس أجمعين اشتركوا في القناة الشاطبية التي جمعت القراءات السبع للقرآن الكريم في أكثر من ألف بيت كان كفيفا منذ الميلاد لكن ذلك لم يمنعه عن تحصيل العلم بل والنبوغ فيه هو الإمام الشاطبي في مصر أرض المجددين إمام أهل القراءة وصاحب حرز الأمان ووجه التهاني في القراءات السبع التي لا يجوز لقارئ من القراء إلا أن يحفظها كان مشروعه التجديدي كيف يحول العلم إلى نظام معقد من الترميز نستطيع به حفظ ما يمكن أن يتشتت علينا بغير ذلك وقد كان فكانت منظومته حرز الأمان ضابطة للعلم الذي قد يكون مستحيلا بدونها رحم الله الشاطبي كعلامة فارقة في تاريخ التأليف الإسلامي فضيلة العلم الجليل وسيد دكتور علي جمع أهلا وسهلا بخضركم أهلا وسهلا بكم أهلا بكم فالدكتور في رحلتنا في مصر أرض المجددين أتوقف إن شاء الله النهاردة عند الإمام الشبي فأرجو من فضلتك تلقي لنا الضوء وتعرفنا أكتر وتقربنا أكتر من المشروع التجديدي ومفاتيح المشروع التجديدي للإمام الشاطب رحمة الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام وعلى سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا الشاطبي دفين مصر هو أصل من شاطبة في الأندلس ولد بها وتربى فيها ثم رحل إلى الأسكندرية وتتلمذ على الحافظ السلفي والحافظ السلفي كان إمام الدنيا في الحديث الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى كان رجلا أعوبة يعني مصر دي الحقيقة فيها فيها كنوز من ضمنها الإمام الشاطبي ده برحمة الله تعالى لأن الإمام الشاطبي كان رجلا صالحا وكان رجلا من أهل القرآن وكان رجلا من أهل العربية وكان رجلا من أهل الحديث وكان رجلا ورجال قليل فربنا من علينا بأن هذا الرجل يعيش وتعلم وينظم منظومته في القراءات وهذا هو مشروعه التجديدي أن لا ينسى الناس أبعاد القرآن يعني هو مشروع علمي أدبي توثيقي عجيب غريب بعض الناس عندما نشرح لهم ما سوف نذكره لا يصدقون لا يصدقون أن هذا وقع وحدث وشغال ديله الإبابة الشاطبي رحمه الله تعالى مد خمسمية وتسعين خمسمية وتسعين والنهار ده 1443 مثلاً ولا حاجة يعني شوف الزمن ده كل ده ثمنمية وتسعين أتى بكتاب التيسير للداني في القراءات السبع القراءات دي إيه القراءات دي عبارة عن أن القرآن نزل على سبعة أحرف فنتج من اختلاف قراءة عن قراءة هي سبع اختلافات التقديم والتأخير الزيادة ومقصان النحو والأعراب وكده إلى آخره سبع اختلافات نتج من السبع اختلافات دي ما يسمى بالقراءات العشر القراءات العشر منها تلاتة شبيهة بما هو جوة السبعة فاجيه بعض الأئمة زي الإمام جاهد لما ألف ألف في القراءات السبعة لأن التلاتة جواهم يعني ينفع يجونوا جواهم فنكتفي بالسبع لما عمر بن الخطاب ذهب إلى سيدنا رسول الله مع هشام يقول له رسول الله شوف بيقرأ القرآن غلط قالوا لا هكذا نزل وهكذا نزل فبدأ هنا فكرة أن القرآن لم ينزل مرة واحدة ده القرآن له سبع قراءات عشر قراءات متواترة كل قراءة بتفسر القراءة التانية كل قراءة بتديك بنص واحد مساحات مختلفة من التطبيق والقراءات كلها محفوظة فلما المسلمون بيقولوا ده القرآن محفوظ كان ينبغي نوم يقوله عشر مرات بالعشر قراءات بالعشر قراءات ايه المشروع التجديدي بتاعه القرآن ده محور حضارة المسلمين منه الانطلاق اليه العودة له الخدمة به التقوين ادي معنى محورية محور يعني ايه يعني الاربعة دول يعني بنخدمه بننطلق منه بنجعله معيارا للمقياس للقبول والرفض للبناء والإحجام للإقدام والإحجام بنجعله محورا لحياتنا يقولك ايه هي محور حضارة المسلمين تقوله القرآن الكريم فالقرآن ده من الله على المسلمين ان حفظوه بالعلوم يعني علم التوثيق علم القراءات علم الأسانيد علم يعني علوم مجموعة من العلوم حفظته بس بطريقة علمية على أعلى ما يكون الكلام ده لما تقرأ اكتب التيسير لأبي عمر الداني تلاقيه نسر كده ورا بعضه فالشاط بيجيه وعملوا مظم عملوا شعر طب سهلة واحد حول الكلام اللي موجود بين النسر عنده ملكة شعرية حلوة فراح عملوا ألفية أكتر من ألفية كمان يعني 1174 بيت مظبوط يعني ألفية وشوية أيها فراح عمل حرز الأماني ده وعملوا لامية يعني آخرها لام طب ماشي برضو كل الحاجات دي ما فيهاش إيه الإبداع أوي الإبداع التجديد أوي الكذا إلى آخر عملي قال لي اختعال أنا عندي كم قارئ سابع كل قارئ الحقيقة في الواقع روى عنه رويان مظبط يبقى اتنين في سبع بكام باربعتاشر نفع حفصان عاصم ورشان نفع طيب سبعة واربعتاشر يبقى كام 21 سبعة واربعتاشر يبقى 21 قال طيب أنا هدي رمز لكل قارئ من القراء الواحد وعشرين نافع اللي بيقرأ عنه ورش وقالون يبقى نافع ده هدي له إيه مثلا ألف طب ورش ورش مثلا ده مثال بس يبقى به وقالون يبقى جيم بظبوط المتفرع منه أو الأخذ منه القراءة مثلا دول التلات حروب بتواتي طيب ورش نافع ومين كمان في عاصم خد منه مين خد منه حفصوا شعبة يبقى مثلا احنا قلنا ايه ألف بهجيم دال ههو جعلت أباجاد على كل قارئ دليلا على المظوم أولى أولى فرح ذاكر كل الواحد وعشرين واحد دول وبعد ما ذكرهم قال ايه يبقى أنا جبت الأبجا دي أبجا تحوص حطي كلا منصع فاسقرش اتخذ انضضغ دول ثمانية وعشرين خلت منهم واحد وعشرين الأولانيين كل حرف لكل إمام جعلت أباجاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولى أولى يعني الأول هنا يبقى الأول هنا الثاني هنا يبقى الثاني هنا الثانية هنا يبقى الثالث هنا أبجد هوز حطي كده عشرة كلا منصع فاسق يبقى كده عشرين قرشت القاف الراء بمتين فإذا إذا جعل الأبجدية على الأئمة عطل كل إمام حرف وبعدين بعد ما عمل كده يعمل إيه ومن بعد ذكري الحرف أسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالواوي فيصالة يعني هيجيب الواوي فيبقى بدأنا كلام جديد وكل القارئ هقولك القراءة بتاعته إيه أول ما تشوف أول حرف تعرف إنه ده إنت ده مين ده ألف يبقى نافع على طول ما عتنا عرفين ألف نافع طيب ده ابن كثير يبقى الحرف الفلان طيب يبقى وهكذا فأنت هتحفظ راحت وعشين الحرف ده والقراءة بتاعته يذكرها لك في المنظومة بتاعته خلص أنت كده عرفت القراءات السابعة بإنك أنت حفظت المنظومة دي فالولاد عندنا في معهد القراءات يحفظوا المنظومة دي خلص عرفوا القراءات السابعة ألف مية أربعة وسبعين بيت ألف مية أربعة وسبعين بيت ويقعد يدندن فيها كده ولما يدندن فيها يفك يقولك آه ده هنا إيه هنا جيم يبقى مين القارئ فلان يبقى دي القراءة بتاعته قال يخادعون ولا يخدعون قال يكذبون ولا يكذبون قال وكل حاجة بقت موجودة ده لو حد قال لي أنا هعمل كده مش هصدق بس في الحقيقة إن الشاب بيا حفظينها الناس لغاية دلوقتي صحيح وما تبقىش قارئ إلا إذا حفظت الشابية دي لأنك على طول حتى لو تداخلت أي حاجة في ذهنك تستدعي البيت بتاعها طب فلو تستدعي البيت بتاعها تعرف مين اللي قال واتفقوا في إيه واختلفوا في إيه طب مولانا أساسا فاطلتك أخرج لفاصل بعض الفاصل عندي سؤال تعجبي إزاي حقق الإمام الشابي هذا العلم وهو كفيف إزاي اطلع على كل هذه المعلومات وكيف أصبح موسوعي وهو كفيف يعني أرجو حضرتك اللي أجابة بعد الفاصل إن شاء الله إن شاء الله شكر جدا أرجوكم خليكم معي موسيقى موسيقى مرحب بحضرتكم مرة أخرى وبجد الترحيبي من فضيلة العلم الجليل أساس دكتور أهلا بكم مولانا أروا بكم أهلا بكم أهلا بكم كل ما تقدم والشاطبية وهذه الموسوعة والألفية وعلوم القراءات وهذا التصنيف الرائع للقراءات السبعة ما فيها من قراءات أخرى كل هذا وكان الإمام الشاطبي كفيف منذ الولادة سؤالي لحضرتك كيف تحصل على كل هذا العلم أولا لأنهم كانوا يهتمون بأركان العلم الخامسة الطالب الأستاذ أفيش حاجة أنه هو يروح يقرى الوحد وكده أو يسمع الوحد ويكمل منمخه لازم يكون فيه أستاذ تعلم على إيد علماء المنهج الكتاب كان فيه كتب معتمدة ومعمولة من أجل التدريس زي ما هو عمل كده عمل كتاب وحيد فريد شريد حاجة حلوة أوي اسمه حرز الأماني ومشي فيه على هذا النمط الغريب العجيب الذي قلد بعد ذلك يعني إحنا عندنا إمام الأئمة شمس القراء الإمام محمد بن محمد بن محمد بن محمد الجزري عمل كده في طيبة النشر بس هناك بقى في تبنمية وشوية لكن ده في خمسمية وشوية في تبنمية سنة بالظبط يعني تريد كان الإمام الشاطبي هاجر من الأندلس من أجل أن يصل إلى بلد أكثر علماً أكثر تقوى أكثر صلاحاً فجاء مصر ونزل الأسكندري كما قلنا إذن كان الإمام الشاطبي لا يراه أحد ويعلم أنه ضرير إلى الدرجات إلى هذه الدرجة كان شيء يعني تحكى له روايات وحكايات والنساحة بتاعت الوقت معنا يا ريت كنا يعني نعمل الحلقات كلها عن إمام الشاطبي ما كانوش حد يائع في خالص أنه ضرير هو قاعد معنا أبداً ما يعرفش إلا إذا أخبر إلا إذا أخبر بأن ده ضرير ضرير إزاي إذا كان لما دخل فلان قاله تعال يا فلان فربنا يسحب من حتة ويدي حتة نقدر نقول أن مفتاح مشروع الشاطبي التجديدي كان النظم الرمزي النظم الرمزي ده فكرة جديدة فكرة عجيبة فكرة تضع التكست بوك التكست بوك ده مهم جداً في الجامعات وكذلك كانت حرز الأمان مهمة جداً لدراسة القراءات على أعلى مستوى وأضق مستوى ولذلك فهي بقية إلى يومنا هذا طبعت شرحت حفظت درست قررت وهي من أجل صلاح هذا الرجل فكان مشروعه التجديدي هو نمط أداء المعرفة عرف المنهج الجديد للمعرفة المنهج الجديد للتعديم يقولك ده فيه طريقة برايل مثلاً طريقة برايل مثلاً في القراءة برايل مثلاً هو برضو اللي اخترع القراءة آه يبادى تجديد ده في الحتة دي فده كان الإمام الشاطبي بالنسبة للعلوم وكان موضوع هذا القرآن الكريم ومازال أصر موجود حتى الآن في مصر على طلاب العلم وطلاب القرآن الكريم والقراءة في مصر حتى اليوم في مصر وفي غيرها فيه من المحيط للغانا لا من طنجا إلى جاكرتا ومن غانا إلى فرغانا يعني كان هذا الكتاب كتاب أساسي وما زال بيمثل كتاباً أساسياً إلى يومنا هذا بطريقة جديدة وما زالت طريقة عجيبة غريبة إلى يومنا هذا وحفظ على الأمة قراءتها وحفظ على الأمة علمها وحفظ على الأمة كتابها نعم طب علماء عصر يا مولانا إزاي يرأوا هذه الطريقة الجديدة منبهرين وكانوا يحبوه لأنه كان رجلاً صالحاً وكان صاحب كرمات وكان له مسجد يعمل فيه مقرأة فيجلس طبعاً هو ضرير فيأتيه الطلاب فالطلاب وهم قاتلين وعملين حلقة كده حواليه هو تاب يبدأ من اليمين تيامنه النبي عليه السلام بيقول تيامنه فكان يبدأ من الولد اللي قاعد أول واحد ده يمين وبعدين التالي فالتالي فالرابع هكذا تمشي اللي بتاع يقرأ الحصة اللي عليه ويصحح له كده إلى آخر ففي اليوم ده الجلسة قعدت وبعدين الشيخ قال التاني يقرأ فالأول يعني خد في نفسه كده وأنا عملت حاجة أولي بتاع فكر كده لا أروح الجنوب وعايز يغتسل فآمثلت نفسه من الحلقة وخرج وراح اغتسل ويجه كان التاني أرى والتالت أرى الرابع أرى فلما جهه أعد قالي الأول يقرأ يا سبحان الله فأمثال هذا التوفيق هذا هذه الشفافية ولا كان ولي زي ما البعض بيعطى قد ما هو الولي هو إيه يعني وهو ولي يعني قريب من الله فربنا بيكرمه ما هو كرامة جاي من إيه إنه ربنا أكرمه يعني معنى بتاعها كده لكن حاجة زي كده بتؤثر كثيرا جدا في حتى الطلاب صحيح الراجل ده راجل مبارك الراجل ده قريب من عهد بربه الراجل ده من أهل القرآن من أهل العربية من أهل العلم من أهل التقوى فبتؤثر كثيرا لما هذه النمازج تبقى موجودة في وسط الناس طبعا أنا شكر جدا لفضلتك في الدكتور هذا الإبحار في شخصية الإمام الشرطبي شكرا جزيلا لحضرتك ومشروعه التجديدي لأن الراجل ده الحقيقة عمل حاجة فريدة لم تكن من قبل أكيد أنا بشكر عليك شكرا جزيلا أهلا وسلم شكر موصول لحضرتكم المشاهدين الكرام وإلى اللقاء من السلوكيات الخاطئة التنمر على الآخرين تنمر الزميل على زميله في المدرسة أو في العمل أو في الجيرة مع الجيران التنمر التنمر والسخرية نهى الله سبحانه وتعالى عنها لا يسخر قوم من قوم فالتنمر حرام شرعا يجب عليك أن تتركه لوجه الله حتى تنال رضاه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا يا رب أنت الله الذي لا إله إلا أنت يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا غفار يا وهاب يا كريم يا قهار يا من بيده ملكوت السماوات والأرض إنك على كل شيء قدير يا رب استجب دعاءنا واجعلنا مع الصالحين